طيب أنا بشكرك الأول على وأنا أصدت أن أتكلم معك أنت بالذات عشان حكتين أنك أنت طبعا المزرع دي كانت يعني كانت بتقبل مشاكل زي ما أنت ذكرت كده وكل الجهود اللي تعاملت سابقا ما نجحيتش أنها تحل المسألة بشكل حاسم يعني لكن أنت بفضل الله سبحانه وتعالى قدرت تعمل ده وهنا أنا بتكلم على نقطتين مهمين أنت التكلفة اللي أنت بتكلم عليها تكلفة كبيرة وبالتالي أنت اقتصاديا اقتصادات المشروع لها عائد معاك جيد مش عشان أنت أكيد مش هتعمل حاجة من غير ما تكون متطمن لها بتجيب لك لكن عشان الناس اللي شغالة في المجال اللي تعرف أن قد يكون أحيانا بيحتاج أنك أنت تعمل استثمارات كبيرة لكن العائد أكيد جاي أنا بتوقف عندي نقطة تانية اللي هي 25 أرداب فده رقم يعني كبير وأنا بقوله هنا لك يا جمال ما تبصيش في الورق دي تجربتك يعني بص تكلمني في تجربتك اللي أنت عملتها يعني عايز أقول لكي في الشغل اللي بيتعمل داخل مشروعات الخدمة الوطنية سواء كان هنا أو في مستقبل مصر إحنا ما وصلناش إلى 25 أرداب خلص للفدان فإذا كان الرقم ده نجح على الأرض دي وتقريبا نفس الظروف المناخية اللي موجودة مساحة 2000 فدان أنت بتقول مش كده أيها 2000 فدان يعني إذا كنت أنا قدرت تنجح في 2000 فدان وإن المتوسط يصل لـ 25 أرداب الخمس أرداب في نص مليون فدان يعملوا 2 ونص مليون أرداب يا دكتور مصطفى يعني مليون تن مش كده مش كده ولا يعني لو أسبنا ده أي كمية حتطلع فوق العشرين أرداب إحنا إيه لأن هي هي المية وهي هي الأرض وهو هو الجهد ولنا تمامي فانت وبالتالي أنا بقول أنت بروها مش عشان فقط أهنيك عليها بقولك متشكرين لكن كمان عشان نسمع كل من يهتم في المزارعين المصريين في الدلتا وفي السعيد لما يسمعوا الكلام ده مهم أولا أنهم يعرفوا إزاي يصلوا بالكمية ديت لأن هي أكيد موضوها مش بس على يعني استخدام مايكانها لكن أكيد استخدام وسائل علمية تضيف الكمية دي والكمية دي أكيد متعوضة لو كان لها تكلفة زيادة لو كان لها تكلفة زيادة أكيد متعوضة بالإنتاج الكبير دا الحمد لله طبعا الحمد لله ترجمة نانسي قنقر